ونحكي فيها على خبير كننتشر بيانسور وهو غيالما اعلن على تونس بش تكون بدون اطباء في نهار معين ومش يدخلوا الاطباء المقيمين والداخليون بيانسور وطلبة الطب في تحرك احتجاجي يعلقوا فيها القيام بكل الانشطة الاستشفائية والجامعية هذي بش يكون سوعتين من زمان 8 حتى العشر متع صباح نهار الاربعة وحد فيفري هذي وفقا لما اعلنت المنظمة التونسية للاطباء الشبين وذكرت المنظمة في بيان وجدتوا الى وزير الصحة وعمداء كليات الطب ومديرين جهوين للصحة ورؤساء الاقسم اللي هتحرك هذي يجي تنديدا بتعرض طبيبة مقيمة بقسم الولدين بالمناسير الى الهرسلة وسوء المعاملة بينصور بالقسم المذكور وعلى اثرها كانت حاولت انهاء حياتها بيء وهنا اكيد تم التلب بفتح تحقيق عجل في هالحادثة هذية للطبيبة تقريبا كلنا اسمعنا بالخبر خاصة الطبيبة لتعرضت الى الهرسلة وما العزمة دائما نسمعوا الاخبار من نوع هذي دائما يعني تقم الطبي دائما متعرض للهرسلة من قبل يعني المواطنين ما العزمة تعليقك امير خاصة بعد انه مرينا كيفاش يعني اتصرفت الطبيبة وخاصة مقابل سوء المعاملة اللي اللي لقاته والله انه يوصل الانسان انه معناه يحب ينهي حياته ما نتصورش كان حاجة سهلة معناه تخليك بيش توصل حتى بيش تنتحر تخب من فاها اولي اه 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 نتصور شوف هو خلي نحطه الامور في إطارها اليوم ما الاسبيتارات لكل بريسك قايمة على المقامة على الطبيق المقيمين شوفت المواطن كيفي يحط السخط المكيئ والغضب المكيئ وعا المؤسسه على الجيف في الطاقم. الجيف في الطاقم واللي هما اللي هما اللي هما هما مباشرين. صح. آآ وراهوا اليوم مش بس مش آآ بالصدفة راه وأنه آآ الأطبياء الشبال الكل قاعدين يهجروا قاعدين يهرب من البلد. خطر آآ الوضاع عظيمة. أولا ما يلقاوش آآ الوضاع اللي بيش تخدمه. صح. لا يلقاو آآ معناها امكانيات آآ فسبيترات. آآ. الوضعات يكونوا صعيبة آآ حات شي معناها يخدموا بالموجود و بالاقل من الموجود وقاعدين يضحيوا. صح. ويقولون لهم ذاك هو تعاملوا بالموجود. آآ. فوق هذا يلقاوه الهرسلة ويلقاوه معناها الكلمة الخائبة وما يلقاوش الدعم. والبلاد معناها هو الوزارة اللي يخدموا تحتها ويقرأوا فيها تلوحهم عن فهم المدفع اليوم. صح. عندهم الحق معناها أنهم يعبروا على الغضب متياحهم بساعتين من زمان بعد غدوة تقريبا نهرت وحت الشهر. آآ. باش آآ لفت آآ نظر باش آآ المنظر معناها الوزارة تتلفت المنظور ايها وتشوف معهم خاطر بالحقرة واليوم اذا كان نحبوا خليوهم معنا في البلاد وخليوهم يسبروا معنا ويضحيوا. على الاقل يبقوا الاحترام اللي يسحقوا. صحي. باش على الاقل يتوفر المينيمون. صح. من الاحترام اهم حاجة خاطر اذا كان على الاقل تخدم فيه في دي كوندسيون خيبين. آآ. على الاقل وفردوا الاحترام. كما قلنا هذي معناها جابت آآ شهاد طبية من عند طبيب بالمباشرة متاحها وطلبت معناها انها ترتاح. تقريبا متنجمش تخدم انسان خاصة في في مهنة كما الطب نورم وانسان نفسيا متاعه ولا بدل معناها الحالة الصحية متاعه ما هدش معناها آآ مية بالمية خاطر اكيد آآ الخطاء الطبي الخطاء الطبي باح سيب ونجم يخطئ نجم يعمل لي حاجة غالطة. صح. فالاخر تحمله مسؤولي. صح. دونك اليوم يلزم بالحق يلزم لفتها بها وبخطر نشجعهم اذا كان آآ مش نكملوا هكرة وكيما قلنا قبل بعد خمسة ستة سنين ما عشنا قاوة تبيب في البلاد. صحيح. العقل لي آآ لي سار ملغز ما يعني يعني آآ يحز في 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 انفسنا ديجا وفي آآ آآ انفس برشة من الناس اللي سمعت الاخبار. هنا يدعى في منظمة للأطبيق الشبين بيانشور للمحاسبة. لكل ما نتطور آآ تور تسامحوني في آآ آآ دهور الحالة الصحية لهالآ الطبيبة المقيمة وبتمتينها من حقها في العلاج والتغطية الصحية. وايضا آآ طلبت بالنظر في ملف المصدقة على التربصات الاستشفائية الجمعية وقلياته بشكل عاجل واتشاركي. وايضا آآ لازم نشيره الى آآ 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 وجوب فتح ملف زدك موقع كنت تقول آآ 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 ملف الصحة النفسية والجسدية آآ 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 المتدهورة للعاملين في قطاع الصحة العمومية وخاصة خصوصا يعني منهم الأطباء والأطباء الأشوبين كيف كيف راهم راهم ناس راهم عندهم نفسية راهم كميم يعني كنجي نخمم بش نفش غلي هكا ولا بش نكش راهم هذا كس دا عبد راهم راها عيلة راهم عنده نفسية راهم يعني. بالاخل جي يخدم فيك هو راهم على غالب المتوفرين في البلاد اليوم. ساعات ما يلقاش بش يعطيك الرعاية اللي انتي تستحقها على غالب تقاها اليوم نعرف والاسبيتاراتنا لكل نقصين تقريب معدات ونقصين برشة حاجات. صحي. آآ كيف كيف راهم آآ آآ اليوم قاعدين يمشيوا معني هي يخدموا في برشة جهات. آآ صدقني كيمشي طبيب اليوم اشيب بعض المناطق نورو يعمل تليفون. تقول راهم ما عنديش بيش نخدم. يجاوبوه اخدم باللي عندك. ونعرف اليوم خاصة انت طبيبة كما هذي تعرف تخدم في قسم معناها متاع الولدين. آآآ ونعرف قديش القسم ذاك حساس. اذا كان آآ تخدم هي وهي الحالة متاحة الصحية والنفسية مهيش على العال. اكيد راهوا آآ اي خطأ بيش يصير. تقريبا بيش تحملوا هي. وستخطر كل متاع المواطنين بيش يجي في رأسها هي. حتى الوزارة متاحة يمكن تنكر فيها بعض. لذي معناها كما نطالبوهم بيش يكونوا في المستوى احنا زادنا نكونوا معاهم في المستوى. وحمل الجميع عريش. وحمل الجميع عريش وبالحق راه ودومين تحت خاصة الطب اليوم راه وكما قلت لك اذا كان مش نواصلو هكا والطبائق قعدة تهجر من البلاد وتهرب من البلاد. مهم. الطبية وفراملة. تقريبا اي اختصاص يوم في الصحة قاعدين يخرجوا من البلاد. اذا كان مش نكملو هكا ربعة خمسة سنين. معاش بشي نقوحة حتى. معاش نقوحة تحب. ايا خيبة المسع. اذا كان تكبر تكبر وتقري تقري 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 وبعد تكاون تطنوا وبعد تخليهم يمشيوا. صح. اا زاد الحاجة مش به. بضبط هذه هو ان شاء الله اللي اه هذا ما ما يسيرش والعبرة كما اه دائما نقوله لمن يعتبر ان شاء الله هكا الطبيبة بيانسور تلقى حقها وكل الدعم والمساندة للأطباء وكل التقم الطبي بيانسور لدائما يساهمه هكا بيش تكونوا الأمور حتى لو كانت ظروفة صعيبة يحاولوا أنه يمروا الأمور على سلاسة وهذا كل بيانسور في خدمة المواطن يلا احنا مزانا متواصلين معكم تتسويت وتغطوغوا مع الموزيكا ورجعنا